بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما مع الدروس البسيطة والسريعة. هذه المرة مع طريقة تحويل الصياغ الفيديو او الصوات الى صياغ اخرى مختلفة وذلك بدون استعمال برامج خارجية مجهولة. ولكن باستعمال برنامج في المشهور ولي قراءة مقاطع الفيديو وغيرها. كيف نستعمل هذا البرنامج? تابعوا. اولا اه احضر الفيديو الذي نريد تحويله. سأقوم بالتسجيل فيديو قصير من دورة العاب الاولمبية. ابدأ التسجيل الان. توقف التسجيل. قمت الان بتسجيل فيديو قصير. كما تشاهدون حجمه واحد فاصل خمس ستة وعشرين ميجا. ونهاية صيغته هي تي اس. اريد تحويله الى صيغة اخرى. ذلك باستعمال برنامج كيف ذلك? ادعب الى ثم في هذا الخانة اضع الفيديو الذي اريد تحويله. ثم في الاسفل تجد قفل اخر عند الضغط عليه تجد تجد قائمة لنوع الفيديو الذي تريد تحويله اليه. مثلا نختار اه نوع فيديو ميكروسوفت وعند الضغط على في هذا الخانة كذلك تجد انواع اخرى سهلة. اخترت هذا النوع ثم ثم في هذا الخانة اختار موء المكان الذي اريد حفظ الفيديو الجديد فيه. فنسميه مثلا الفين وستة عشر. اضعه في المكتب. ثم الآن عند الضغط على يبدأ التحويل الفيديو. كما تشاهدون تحويل سريع. يمكنكم مشاهدة النتيجة. هذا هو الفيديو الجديد. اه الفيديو الذي اه قمنا بتحويله هذا والفيديو القديم. بصيغة والنتيجة التحويل لفيديو جديد. نقوم بقراءة الفيديو الجديد. لنشاهد النتيجة. نشاهدون هذا هو الفيديو. لم تتغير اي لم يتغير شكله وحتى اه نوعية الفيديو لم تتغير كثيرا. نشاهد الفيديو الاول. نفس الفيديو. كما تشاهدون الفيديو الاول والفيديو المحول. كما شاهدتم لم يتغير شيء ونفس الفيديو باقي ماذا الحجم والصيغة. اذا كان هذا درس اسريع للطريقة تحويل الفيديو بصيغة صيغة الفيديو باستعمال برنامج. اه في الاخير لا تنسوا الاشتراك في القناة هذه القناة. قناة ناسيم دي زد. يمكنك الاشتراك من هذه هذا القفل. اشترك لمتابعة جميع الفيديوهات التي اقوم بوضعها. اه في الاخير مع لي الا ان اقول شكرا لكم للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.